تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب نرجع ونحكيه على قرعة كأس العالم للقارات اللي مش تحتضنها بلادنا في رياضة كورة القدم المساغرة رياضة من يفوت من 14 إلى 16 مارس كوثر بالحاج محمد محمد بن عبدالله انتقلوا جسد بجنبنا لهنا لإجراء عملية القرعة خندكروا بالمنتخابة المشاركة جمهورية التشيك بما أنهي متوجة بكأس خلينا نقول كأس ببطولة أوروبا وكذلك كأس العالم في نسخته الأخيرة رومانيا بطلت أوروبا استمرات الكوديفور بطل أفريقيا تونس كبلد مستضيف جواتيمالا فيناليست كوبا أمريكا العراق تم اختيارها من طرف الاتحاد الآسيوي دي كورة قدم مصغرة ودعوة لزوز فرق أوروبية بشكونوا مشاركين في كأس القارات هم المنتخب السويسي والمنتخب الإنجليزي خليني نسلق سياشرف بن صارح كيف حكيت الأربعة مستويات بما أنه تونس موجودة في المستوى الأول وفمأ أربع مستويات مشيكونوا من الم אותيكومو ومما أريده المستوى الأول وهو ظاهر لأنه تونس مشيكون هيrrأس المجموعة الأولى كانت أنه برد مضيف وجي إشيكونوا رأس المجموعة الثانية لأنه بطل العالم ولأنه فرونكينجلول على مستوى العالم ولأنه بطل أوروبا وبطل pytanieق حيث من مشيكون لكن التنافس الشديد ومشيكون على مستوى الثاني والاربع ومستوى الثالث هو المستوى الأول لأفريقيا بيسر هو تقريبا منquarters المنتخب في الأ 在 كما زد عن ذلك و المهم جدا مصدوى الثاني و مستوى الرابع مهم جدا لأنه تفرق المنتخب تونسي بشتيح مع الروماني و رمالية و أنقلتال للأنه 2 بصراحة رومانيا مع أقوى المنتخبات في العالم متoreق منتخب في العالم و الت quietly كبيرса كبيرو كبيرو جدا فيسبورا ما مهم جدا مصدوى منافس التونس في integratingSh portlier لأكملها والعراق مش كيف لأنه قواتيمالها حقيقة كانت مفاشئة تقريبا فزع كل حتى المنتخب المكسيكي ربح تونس ومنتخب قواتيمالها كان ربحه في القواتيمالها والعراق بالنسبة للمشاهدين تتابعوا التقسيم حسب المستويات كانت تصورها على الشاشة وتفهموا بها أكثر هذا المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع حاجة بارك ما فهمتاش متخب تونسي ومتخب الإيفواري يكونوا مع بعضها مرحات رامي يمثلوا نفس القارة لكن فما انجلترا سويسرا ومعطيين مثلون احنا نحبه أربما القارة الأوروبية فاها برشا منتخبات على ذلك مش ملاش واضح مش ملاش النفس خلنا مشيء مع كاثر برحاج محمد محمد بن عبدالله لكي تب العام للجامعة تونسية الكورت القدم المصغرة نبدأ مع بعضنا على بركة لهي عملية القرعة لكأس القارات اللي مش تحتضانة تونس 18-16 مارس إذن بش نختاره الرؤساء المجموعات منتخب التونسي التونسي ولا المنتخب الأول المنتخب تونس ومنتخب تشيك اللي هما مش يكونوا زوز على رأس زوز مجموعات تونس بحكم أنه بلد مستضيف وجمهورية تشيك بحكم أنها متوجب لكأس العالم في نسخته الأخيرة هكذا يكون عدنا لزوز منتخبات الولانيين اللي هما تابعين المستوى الأول تونس كما قلنا حكم أنه البلد المضيف لهذه التظاهرة نحكيه على كأس القارات في نسختها الأولى نسخة الأولى مش تكون في تونس ستمتد لمدة خمسة سنوات باتفاق مع الاتحاد الدولي لكورت القدم تونس على رأس المجموعة الأولى ومنتخب جمهورية تشيك على رأس المجموعة الثانية تونس المتخب الوطني تونسي مش يكون على رأس المجموعة الأولى وبينيفيدما جمهورية تشيك مش يكون على رأس المجموعة الثانية والبي المستوى الثاني عند A1 وB1 طيب ش نختارو A2 وB2 والا هذه لانجلتير انجلترا ورومانيا زوز منتخبات في المستوى الثاني زوز منتخبات قوية مهم جدا المتخب الوطني تونسي بش يعرف شكون مش يتبارى من زوز منتخبات هذوما اللي هما في المستوى الثاني المتخب الانجليزي والمنتخب الروماني نكملوا ونتابعوا عملية القرعة في إطار الشفافية هاكم قادرين تراهوا التشويق يتم في 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 الفيديو والحركة شكون مش يكون في المجموعة الأولى وشكون مش يكون في المجموعة الثانية بين كل من المنتخبين الإنجليزي والروماني نبدأ برشا يد بريئة سي محمد عطي شوية شوية تيسبانسي عطي عائية عطي شوية كوتر عطي عائبة شوف خطر ملا شوية كل شوفوا فيه لأن المجموعة الفريق المتخب هذا مهم جدا المنتخب المشيكون في مجموعة تونس انجلترا المنتخب الإنجليزي إذن انجلترا إذن هو أدو انجلترا في نفس مجموعة المتخب الوطني التونسي المجموعة الأولى والمنتخب الروماني بيدو بيان في مجموعة منتخب اللي تترأسها منتخب تشيك المستوى الثالث السويسرا الكوت ديفوار المستوى الثالث الكوت ديفوار الاتروار والبيتروار هذا مش يعطي المقابل المجموعة مش بيتروار متعوزر داخلية مش يعطي المقابل الأولى لكل لكل منتخب يعني تونس المقابل ما شكوش تلعب المنتخب السويسري ومنتخب الكوت ديفوار مش يكون في المجموعة الأولى وحسب الكنديسيون منتخب الإيواري ماشيش مع تونس تكون تقريباً منتخب سويسري ومنافس منتخب تونس هباش تتسكر رئيسي معالي مادام كافر رح فيه بالعكس فينال تونس لانغليتار لأنه ربح فيه هباش تكون فيناليستا إذن هذه عملية شكلية لأن إذن المنتخب السويسري بيشكون في ومنتخب الكود ديوار بيشكون في كود ديوار في البيتروار واضح عملية شكلية خذ فصله لسيدنا المشاهدين أنه في مستوى الثالث علش قلنا العملية شكلية وأنه سويسرا مش تكون هي في مجموعة منتخب التونس بما أنه منتخب الإيواري ومن نفس القارة الإفريقية قارتنا دونك ما نجموش نتواجده مع بعضنا فرد مجموعة هكا وليس كونديسون هذه ما تبشيش على الأوروب لأنه الأوروبة عند أربع منتخبات مشاركة المشاهدين للمستوى الرابع المستوى الرابع المستوى الرابع على المنتخب الرابع مش يكون موجود في نفس المجموعة المتخب الوطني التونسي وهو إذن هدايا دي باش نختاروه توا هوش منافش منتخب التونسي لا هدايا الأكاة مش يكون موجود في المجموعة المتخب الوطني التونسي أكاة هو في المجموعة الثانية يكتمل نصاب بالنسبة لزوز مجموعات نحكي عن المجموعة الأولى إذن على رأس القائمة المتخب الوطني التونسي لجنب المتخب الإنجليزي منتخب سويسرا ومنتخب جواتيمالا وبنسبة للمجموعة الثانية اللي مش يكون على رأسه منتخب جمهورية التشيك مش يكون موجود كل من المتخب الروماني المتخب الإيفواري والمنتخب العراقي أشرف بنصارحة خليني ناخو معك إن فرمير ريكسيون عن سكي كنسير القرعة اللي حاطت منتخبنا الوطني التونسي لجنب منتخب انجلترا سويسرا وغاتيمال برشا كورا لأنه ساعة تشيك رومانيا قمة من أعلى أفضل مقابلة في العالم تنجم تكون في المينيفوتو بين تشيك ورومانيا وطولس لانجليتر مقابلة ممتازة جدا لأنه بصراحة ما نعفوش كون يربح اليوم وفي نالة ذاك لأنه الربح فيهم كان تونس تعمل تربح للدو ماتشو لانين ولا تربح للدو ماتشو لانين الربح فيه مول بشي يكون في نهاية كاس القرات لأنه فقط الربح ما كل مجموعة هولا بيترشح نائي مثلا ماشي ديمي فينال دونك المنتخب التونسي في مواما صعيبة مقابلة كاس ثم الأول ما كل مجموعة هولا بشي يلعب نهاية يوم السبت للساعة السابعة والثانية والثالث يلعبوا تروزين بلاس معتا وكأنه نظام بطولة قاعدين نحكيه على أربع منتخبات يتنافسوا على المرتبة الأولى المرتبة الوحيدة المخولة أنا ستترشح مباجرة إلى دور نهاية بطبع في نعل تونس لانجليتار بيتم معنا الكلمة وتونس ميزماش تعمل حتى عثرة لأمام سويسرا اللي منعرفوش منعرفوش مستوى ما لعبتش منعرفوش شنو المنتخب السويسري بالضبط نجم يكون سوربريز كما نجم يكون قوي كما نجم يكون ضعيف كما نجم يكون متوسط بالتوازي سيد المشاهدين عشيش موجود زوز مجموعات المجموعة الأولى والمجموعة ثانية يكون مفاشئة ومنتخب متميز جدا ممكن نعمل كوبا أمريكا ممتازة وما جاش بوريا من أمريكا يعني بش يشارك في كاس القارات يعني منتخب تونسيز مقابلة بمقابلة ويوصل للفينال بالنسبة لفينال والفدل منتخب الإنجليزي مش يكون النهار الثاني سبعة متراشية لذلك يجب نسكول بصراحة كونسنتراشية كبيرة ولازمنا نتحثوش على الفينال نتحثو بالمقابلة بالمقابلة لأنه نهار الثاني نهار الثاني منتخب تونس يرعب زوز مقابلات في نفس اليوم اليوم اللول شرع بحفل افتتاح ستة ونص وبعد مقابلة تونس السبعة متراشية لكن مقابلة يوم الثاني مقابلة لولا ستكون تونس سويسرا تونس يوم الأول فيه مقابلات بتاع المجموعة الثانية في الصباح متاحة السبعة متراشية وقبلها ستة ونص حفل افتتاح أوفيسيالما كنا قررتنا في تتوح تم الافتتاح متاع ساعة ستة ونص لكن غدوة تونس ترعب زوز مقابلات ترعب مقابلة تقريب العشرة متر السباح في الصباح ونترعب مقابلة لها فينا تكون السبعة متراشية لازم كبيرة لازم فيزيكما يكونوا حاضرين ولازم برشة بصراحة لازم موقفة كبيرة حكينا على منتخبنا الوطني التونسي ومجموعة توليد كما قاعدين تتابعوا على الشاشة المجموعة الأولى المنتخب التونسي الإنجليزي منتخب سويسرا ومنتخب قواتيمالا دعنا نقوم معاك أول التفاعليات ما يتعلق بالمجموعة الثانية التشيك رومانيا الكود ديفار والعراق حتى واحد يجب يجبك عني تشيك رومانيا معاك على كوب دي موند للدرنير فيرسيون آخر نسخة تلعبت في نيبل لكورت معتها كاس العالم لكورت خدمة مصغرة شفنا مستوى جمهورية تشيك يعني مقارنة ببقية المنتخبات مينيفوت كيدي مينيفوت تقول برازيل للمينيفوت ورومانيا رومانيا هو هزا البطولات الكل منتع أوروبا الولانين السترولانين حتى رحقوا المنتخبات وتكونوا تشيكيا دبوي توا عام ونصف قاعدة تحسنت برشا من كاس العالم وسط فيناليست كوب ديوروب وبعدها كوب دي موند وبعدها وفينا سقطة صعودية لكن اليوم رومانيا تشيكيا مقابلة كبيرة برشا كورويا وفنيا وكل شيء مشكون فرجة كبيرة برشا كوديفوار كوب دافريك كانت سوربريز مرغي ما كانش فكتيفة برشا جوارات لكنها كوب دافريك وشوفنا ديما مستوى ستابل ونفس الجوارات ونفس ستابل تيم ما تربطش على تنجم تعمل لك شيربريز منتخب لفوري منتخب العراقي آخر كاس عالم كانش قوي في الكوب دي موند اليوم كان يثبت كونه طورة أكثر كود قدم وصغرة في العراق ومنعفوش بينه وجه بشو ظهر في كاس القرار اليوم منتخبات كليك قادت حضر الكوب دي موند مهم ياسر حدث الثريخ لأول مرة يسير مهم ياسر لقبة ذا بشيكون في بالملاس منتخب ان شاء الله نحن حضرنا أولادنا كومي الفوق قاعدين ندستاش تقريبا المرة الثالثة في ندخله في استاش اخترنا نورمال مون في معنات المكسيموم بشيكون أفضل عناصر وطنية موجودة في القائمة منتخب نعاوله برش على العباد بشيكونوا حاضرين لأنه مؤذرة الجمهور مهمة برش في الوقت ذاك وجاء في وقت به الحقيقة السبعة منتراجية وطنية ومشيكون من أعلى التراس في الفترة هذيك وحفل افتتاح عمل الناس سبيسيال مو كما قلت لك التامة متع الكونتينونتال كاب هو تونس بوابط العالم بالحفل افتتاح بش نوريوه التامة هذيك شوريوه العالم كوني تونس يعني ترحب بالناس كليك فمحفل افتتاح ممتاز وبعده مباشرة تونس سويسرا دعوة الناس كل بش يكونوا حاضرين إن شاء الله تحذيرات على قدم وسيق لكأس القارات وكذلك كأس القارات محطة هم بنسبة للمنتخبات المشاركة ثمانية منتخبات المشاركة في النسخة هذي النسخة الأولى كما قال سياشر بن صارحة إستوريك مو برلون مش تكون من نصيب تونس كنسخة أولى وعلى أمتداد خمسة سنوات شبالي أحسن محطة للتحضير للكأس العالم في أستراليا بنسبة للمتخبات وهو ساعة حدث يضاهي كأس العالم كأس القارات وبعده نحكي وعلى كأس العالم لأنه 32 دولة مشارك فيه كوب دي موند كل واحد عنده الخصوصية كما كأس فريقية كما كأس القارات كما كوب دي موند نحن لقب مهم ياسر بش نترهنوا عليه نشوفوا روحنا فيهم بالضبط يعني على المستوى الدولي أسكن بالرسمي أمريت السنكين بلاس اللي صارت في كوب دي موند لإخرانية خطر مهمش منتخبات هين اللي حاضر دونك منتخبات كبيرة مهم برشة بش نشوفوا مرتبتنا على المستوى الدولي ومهم برشة بش كان نزيدوا نكونوا حاضرين أكثر فأكثر بش الله نكونوا مرتب أولى في كأس العالم اللي في أستراليا نحن ذكروا بالزوز مجموعات عملية القرعة كنت تابعتها مباشرة من ستوديو خرير القروي بيراد سعطان أعطات زوز مجموعات بما أنه مجموعة المنتخب الوطني التونسي على رأس القائمة بحكم أنه البلد المضيف بش يكون فيها كل من المنتخب الإنجليزي منتخب سويسرا ومنتخب قواتيمالا بالنسبة للمجموعة الثانية على رأسها منتخب جمهورية تشيك بش يكون فيها رومانيا الكوديفور والعراق سيش ربن صارحة توقعاتك بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في كأس القارات أنا أخوي أنا أعرف كان نهار السبت 16 مارس فينال مع رومانيا ولا أي منتخب ما نحب بي يكون فينال يجب أن يكون عرس ذك يجب أن يكون تونس حضر فيه بش حتى نتيجة أخرى تخلينا نحن كمكتب جمعي رافين ولا جمعيين لأنه بصراحة أكثر من جامعة قادة تخدم وأكثر جامعيات قادة تخدم بعد كوبديمون بالضبط عن دورة تطاوين الدولية التي يكون فيه تطاوين مباشرة بعد كأس القارات ومباشرة بعد ديسيزيون مستير فيه خلال كأس القارات بخصوص كأس فريق نوادي البطلة لجامعية المواني البحرية والتجارية قدمت المطلب لتنظيم لحد هذا تونس ديما في المراتب الأولى في المجتوى الدولي لا نردوش بغير لا نحبش أقول فينان والله أنا نحب منتخب تونس يثبت العالم كونه خسارته سبعة بلايش يخسار أذات المكسيك كانت عثرة كبيرة وحب يعود الملحمة متع كازاكستان ويلعب مقابلة كل كما لعب مقابلة مقابلة متع المتخبط وكازاكستان وقتها في كأس العالم ونتقبلها تحكي على منتخب جمهورية تشيك من كأس العالم إلى اليوم في بني نفس الاستراتيجية انتهجتها الجامعة التونسية لكورت قدم المصغرة فيما يتعلق بالإطار الفني للفريق نعرفه لوقت المنتخب كان على رأسه سيد مختار تليدي وكان مساعد صفيان برينيس اليوم مدرب المنتخب الوطني التونسي لكورت قدم مصغرة هو صفيان برينيس على أقل فما استمراريه فما على مستوى الإطار الفني المنتخب من مؤسسي اللعبة هذه في تونس وكان معروف برشا في البلاد عاوننا برشا باش دخل الناس بورا ديه لبلادنا وكان هو حاضر في المنتخب وكانت بصبته والإستوار متاعه في البلاد حطهم في الجوارات وخلنا خرجنا بوجه مشرف حتى لو خسرنا في الكارت فينا لكن كومه كوب دي مونت مع فرق حريقة ومرتبة خامسة ومرتبة خامسة ومش شوية بعدها بالضبط جاسي عيثي مرويسي مع صوفيان برينيس وكان بصراحة الزهر خسرنا ديمي فينا لأنه كان منتخب قوي برشا منتخبنا فيه كاسفريقيا وخسرته كان عدوه برشا مرات كاسفريقيا تزو كان تونس يعني لعبنا مع السينيغال وعدلت بالسيف وربحنا نيجيريا وربحنا 18 بلاش كو ديفوار لجنوب أفريقيا خسرنا كنا ربحين دوزيرو ذات الكو ديفوار لكن مالو رزمو كونسوطة رسولتنا حتو خسرنا كوب ديفوار ذيك اليوم حكيت برشا من إطار الفني اليوم نحب أنه اليوم عنا بصمة لمنتخب التونسي اليوم كيتفرش في تشيك ولا كازاكستان عندهم عندهم تحز تعرف كازاكستان كفي شيكاور يخجو 6 يخجو 5 فما إيدانتية تحز فما هوية اليوم تلي عنا شخصية منتخب التونسي في كو تخدمه صغر نحبش نلعب نزن أي تظار نعرف تبولانس لا نحب اليوم بشوي بشوي منتخبنا يولي نستشهده به عنده تقاليد تقاليد هذاك عملنا لفورماسيون وقعدنا نحكي برشا في النقطة وإن شاء الله بشوي بشوي نسطوله هذاك خلال كأس العالم لكن النوعات بين الناس كانوا في كأس القارات بش حسوا منتخب قوي وقوي برشا وشرفنا إن شاء الله وعنا نحكي على الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي قلنا على رأس المنتخب سوفين برينيس الذي كان مساعد مختار تليلي في كأس العالم الأخير اليوم هو يلقرح على رأس المقاليد الفنية للمنتخب الوطني التونسي لكورة خدم المصاغرة خلينا نشوف مع بعضنا تحذيرات المنتخب لكأس القارات وكيف يتفاعل الإطار الفني للمنتخب والملعبية مع هذا الحدث عملنا التحذيرات اللازمة وكما قلت لك الحاجة الباية اللحمة بين الأولاد والقليب الموجود إن شاء الله بش ندخلوا الكسقرات إن شاء الله اللوجوا على التيتر إن شاء الله في كوبد أفريق حابين نروحوا بالتيتر ما جايش هلا غالب ما كتبش ربي ما راضيه إن شاء الله بش نخليوا التيتر في تونس الناس كلو خيان نس كلنا لعبوا تحت دراب واحد تونس تجمعنا ناس كليك بش نقودوا الحمد لله بش نقودوا خيان ناس كليك وكلنا بش نضرب على دراب واحد فاما كيبات أو نيفو فاما تشيك رومانيا نترشح إن شاء الله ديمي فينال إن شاء الله لش لفنال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتوقف ببعضنا ديما نموت في وبعضنا دي كيمة تعرف في تونس أنا سنك جوار سنك جوار نابطوا نعمل اللي علينا في التيران نكوروا رجال واللي جاي مرحبا مهم نفرجوا في كورة نعملوا كورة مزيلا مرحبا طموحنا معنى مش نعملوا إن شاء الله نقدموا وجه طيب الساعة ونبعد جي علش من هزوش ترنوها ونوصلوا إن شاء الله نوصلوا فينال والإمèse فنال ونعملوا ترنوابا عملنا ماتشويتا ميكوبة فهمتني استفدنا منهم فهمنا بعضنا مليح وكل فهمتني ولي لعبنا مليح كل وحد حاول يفرض روح وإن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله يجيو وتفرجوا فينا يعني في الفايف ستارز ويجوا وتوارجوا فينا في نسمة حسنة وليه ونشاء الله نوروكم شاء الله نوروكم كهو أي سي محمد بن عبد الله احنا نعرف وحنا نحكيه على عائلة المين يفوت وحنا لهنا نسمع قناة العائلة وحنا مع بعضنا كنسمة والجامعة التونسية اللي كرت قدمه صغرة عائلة أمامك تعرف فما ليكوليس وفما حتى برشا حاجات أنا كنت تهجتم مع مليابية المنتخب بالنسبة لكاليو بالنسبة لكأس العالم مثلا لتعداد المليابية متاع المنتخب كانوا مستقين شويا وقتهم من تحضيرات ومن الكاليتين تحضيرات اليوم قعدين نشوفوا على أقل فما قعدين نقدموا معناه قعدين نشوفوا في تربس مغلق في مدينة الحمامات قالين نشوفوا في المليابية معناه تحسن هكا مرتاحين حتى ونفود لكيبون متاعشهم فما تحسن معناه على مستوى العمل هو كيثة مع جامعة مهم كان الجامعة مازال جامعة رائحی مازال في بداية مازال جامعة متاع وقتها كلام عمرا عام شوية معناه أكيد بيتراكم التجارب شوي بشوي فما أكلنا قايس وكل الأشياء الكل نتجوزوه نقطة مهمة أخرى أصبع عندنا إدارة فنية وعندنا مدير فني اللي هو سيناجح قاسم عندنا سوفيان برينيس ووجدي دردور معه منافل منتخب زي مذابين نحيي على العمل يقوم به عندنا مختص في التحذير البدني بريخا واضحه عندنا سوفيان برينيس ووجدي دردور على رأس المقاليد الفنية المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وزوز بخطة مدرب ومعهم زي دا معد بدني حتى ودكتور في الجامعة مختص كذلك وعندنا خصائي علاج طبيع وعندنا إن شاء الله في القريب يجينا مدرب حراس يعني حاولنا نوفره الظروف لكل محمد كروت مدرب حراس محمد كروت كلنا نسمع فيه زي دا وفي نفس الوقت معهم كحارس مرمى ومدرب حراس بحكم أن عنده تجربة وعنده سنوات كبيرة سوى المنتخب متع الفوطسان أو المنتخب التونسي نعم أكيد عد كتجربة لكل حاولنا زادة كما حكيت دون مجال إدارة الفنية عملوا بالتنسيق مع المكتب الجامي وعملوا معنا مجموعة من التربوسات عملنا زوز تربوسات ثم إن شاء الله بشي يدخلوا في تربوس ثلاث وهذا كل امتداد لتحضيرا لكاس القرارات وكذلك عندنا برنامج كبير تحضيرا لكاس العالم سيجر بصراحة في الليمات اللي كنا نحكي فيهم وقت على كأس إفريقيا لكورت قدم مصغرب الكونفوكاسيون كانت أكثر من خمسين ملاعبي بعد في المقابلة متع تونس والكود ديفور مقابلة الأخيرة مقابلة الصديقة شفنا الكونفوكاسيون متع أكثر من ثلاثين ملاعبي للمشاركة في مباراة هذه لسألنا نسأل كيفية تصير معتها الكونفوكاسيون متع الملاعبية على أي أساس خاصة أننا اليوم نعرفه يفهم برشا أندي في تونس تونس في كورت قدم مصغرب جوستمو احنا الاختيار متع المنتخب مش فقط من القسم الأول كل النوادي الموجودة من خرطة في الجامعة تونسية كورت قدم مصغرب وليتعرفيني قاعد نشكر الممرنين تانوادي قاعد يطلب ويحكي معها مشكون حسن جوار عندك شكون اللي يعجب شون كذا وبعد تقريبا تربص كان يمكن شهر الفارض كان عايتنا المكسيموم متع الجوارات كانوا حاضرين فسوص تربصات تقريبا أربعين أربعين أو خمسة أربعين جوار ونقطة بدأت البرسيلكسيون متع المنتخب ومن بعدها هي على سلسل الشيئ ذاك ثم مقدمة يحضروا في المنتخب يتفرجوا في قناة نزمة وكما انفسرت لك ما بين المشاهد المقابلات ما بين التشاور مع الممرنين قلتالي كان في وسط قبل تقريب في وسط الحلقة كاترفان كاترفان سانك برسون راضين كانوا عطينا معتا حق الجوارات كليك يمكن بعض العناصر ما أخذوش حظهم ما شفناه مش نحن نصمو فاغ باش بمتع المنتخب مفتوحة الناس كليكة لأنه ذا ملك تونس ملك أي واحد مش تهديزم يكون موجود فيه أحنا حرصنا كل حرص وعطينا تعليماتنا لدارة الفنية باش تكون متابعة نحاولوا باش نعطيه حق للجماعية كل مهما كانت المنطقة متعام باش يكون الليستة فينا على التشارك في الكمبيتسيون هذه هي الليستة التي تستحق باش تكون تمثل المنتخب تونس كوثر بالحاج محمد بحكم أنك عضو في لجنة منسابقات بالتحاد دولي للمينيفوت وبمختلف تجارب يتعدى بها المنتخب الوطني التونسي كي نحتك بمنتخبات من تيراز عالي على مستوى العالم في رياضة المينيفوت اليوم نتسألو خلينا معنا تعالى كويرانس مع السويد كنت سألته سي محمد على الجانب اللوجستي معنا المنتخب الوطني التونسي اليوم أمور مقارنة ببقية المنتخبات هيا ساعة للتعالي هل هي حليت لك شباك مش نحكيه على العلاقة مع وزارة شؤون الشباب والرياضة هل فهم عمل مشترك كيفاش تقايمه خلينا نقوله الرياضة المينيفوت اليوم في عيون الوزارة الأشرف بتبيع عمش كما قبل كما تاو قبل كانت جامعة جديدة يعني ما زالت معاديش تجربة ونظمة مالغريسا كأس العالم بنجاح وكل شي الوزارة بشتغذر كتاب من منظور آخر اللي أنت يعني نظمت كأس العالم قاعد على المستوى الدول اللي باشت وين ساحذين مستوى الافريقي زيد التظاهرات ديما موجودين دونك تعطي أكثر أهمية المنتخبت بها حتى انترم دو بودجي فما كوميكاسيون بيا مع الوزارة لحقيقة يعني وينمشي ونعمل دي غيينيون يعني يتفهموا كل شي ودجا ديفتي تخدو يعني موجود تربوسات متاعه وكما قال سيمو حامد دجا تخال في تربوس وخير من قبل يعني فهم خدمة على المستوى الفاني بالقدام ممسي أنا فنيا منحبشنا الداخل خديما نقول أنا مسائلة رياضية من وفنيا مش سبيسيالي تنتهي متأكيدا لكلامك على أن الأمور العالي العالي بين الجامعة التونسية اللي كنت قدمه صغر هو وزارة شؤون شعبه ورياضة سياشة بنصالحة مدة نهارين التالي كنت في اجتماع الغادي مات أنا منحشمش ونقولها ديلاك كنت تعطينا فحوة أنا منحشمش ونقولها ديلاك للشعب التونسي نشكرها سيدة حسينية بشيخ نذكر سيدة أحمد كعلول كاتب الدولة للرياضة قال لي بصراحة رانوا على صفورة ذاية مش فقط بمجرد الظهور والاجتماعات أنا أقول فارغة سابقا اليوم ثم اجتماعات بناءة واليوم ثم حتى برنامج على مستوى الملعب اللي تتبع الدولة والجمعية كل الجمعية عندها ملعب متاحة مش ملعب خاصة يلعبوا فيها بشيء بشوية مفاشآت صارة قاعدين يشوفهمهم وما في حال ذاتهم كوزارة يكتشفوا سيدة أحمد كاتب الدولة لمجال الافتتاح متاع الموتورة القادمة هي تفاجأ بالبنية التحتية وبالامبيونس الموجودة في الملعب سيدة الوزيرة كانت حضرت في مقابلة كو ديفوار وكانت ممتازة لها هذا الكل مع الكلام مع المسابقات مع عنف معناش مشاكل وولد ثقة ما بين سلطة الشراف وما بين الجامعة اللي خل الجامعة تتقوى أكثر وأكثر وتمشي أكثر في التظاهرات هذه لأنه بصراحة ما أقلش من 300-350 مليون مش نظم ككاس قرات إذا كانت أنت ما عندكش تدد من الدولة ما تنجمش تراهن على تنظيم التظاهرات الرياضية بالحجم هذا أنا منحش مش باش نشكر سيدة الوزيرة ومشكر سيدة كاتب الدولة ونطلب أكثر ما يمنعش أن ينطلب أكثر باش أن ينخرطوا أكثر ما دام شكرنا برشا نطلبوا أكثر باش ينخرطوا أكثر لمستوى الجيات لأنه اليوم من دوبيت ما زلت ما خرتتش طحية خاصة لصديق زياد سينمي خلي عليه حتى لوزيرة يتعمل حاجة به ما يشكره هاي أخويا زياد هو المكلف بالأعلان في وزارة شخص وشباب الرياضة وعندك أخويا جامعة تونسية كاملة لكورة خدمة مصاغرة تشكر وتمضح في الوزيرة وعمل الوزارة دعوة للسيدة الوزيرة باش المندوبين منزلوا من خرطوش اليوم جامعيات تتقاسي جامعيات دبلسومون تحمي قاسي جامعيات مثلا ماش اهتمام كبير من المندوبيات يرون جامعيات هذه يرون شدة باب بلاه قاعد تخدم في خدمة كبيرة الناس رؤية الجامعيات قاعد ينصفوا فلوص غير عادية الناس كل إرهاق بدني ومالي وذاني غير عادي لكن المندوبيات غايبة غياب تام والغياب كان موجود حتى في مقابلة كوديفور لأن المندوبيات كانوا مش يكونوا سبع كران مع بين مش نرجع ونحكيوا أكثر التفاصيل على الجامعيات المنطوية تحت لواء الجامعة تونسية اللي كورة قدمه صغرة في الجزء الثاني من حصتنا اليوم لكن حابتشوف مع سي محمد بن عبدالله فيما يتعلق بالتنظيم الجانب التنظيمي لكأس القارات كيفية مش تكون الأمور كيفية مش تكون عملية بايع التذكر إنه سي أشرف وانتي زادة معنا تذكر بكذلك في كأس العالم اللي احتضنتها مدينة نابل صارت برشة مشاكل حتى في وقت من الأوقات ما توقعنيش العدد المهول من الجماهير اللي توافدت على الملعب لمتابعة مباراة المنتخب الوطنية تونسية كيفية مش تكون الأمور التنظيمية المرة هذي تعرف فورس دي فورجي ان دوين فورجوران هو على ذكر الحضور الجماهيري نحب ندعو معناها الجمهور بش يكون حاضر بكثافة في مقابلات المنتخب التونسي اللي بش تكون يومر لأربعتاش مارس ونهار خمسة مارس مقابلة في الصباح ومقابلة العشية وإن شاء الله في الفنال حاطينها نهار السبت إن شاء الله نكونوا موجودين في الفنال نهار السبت للعشية التحذير معناها متابعة كبيرة من مكتب الجامعي اتعملنا مع الناس مختصين تم الإدارة متاع الجامعة كذلك معناها منكبة على عدد الوثيق اللازمة تم عندها ضيوف جاين من الجامعية جاين من الخارج ثم التأشيرة ثم الإقامة ثم التنقل الملعب المرة هذه إن شاء الله كل الأمور مضبوطة معناها بالتنسيق مع المؤسسات اللي بش تخدم معنا إن شاء الله كل شيء مريقل خاصة أن الملعب موجود النزول بيكون قريب من الملعب التنقل وإقامة وإن شاء الله البرنامج بتاع الحفل الفتاح إن شاء الله يكون معناها ويعطي صورة كبيرة على التونس معناها شاء الله نشوفوا عرص كروي بكل ما في الكلمة من معنا وكم نحن في حاجة في تونس تعرف إلى التظاهرات ناشحة تنظيميا خاصة خطر تقدم السمعة وصورة تونس هي اللي في الميزين خلينا نمشيه مع فاصل قصير ثم نواصل مع ضيوفنا الحديث على كورت قدم المساغرة كاس القارات وخاصة الجمعيات والتجربة في إطار نسمة سوبرليك ترجمة نانسي قنقر